اشتركوا في القناة اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وحشرنا في زمرة الخير الانام عليه الصلاة والسلام نرحب بكم في الفيديو نهار اليوم كامل اللي نضموا معايا مجديد نقلكم مرحبا بكم اهلا وسهلا بكم مشتركة الوفيات نقلكم الغاليات اللي دايما نواقفين معايا رب ان شاء الله ما يحرمني منكم ويخلينا البعضان ان شاء الله قولوا كامل امين كما شفتوا اليوم هذا الفيديو رحت مع المسيو للمارشي لابلكم مرات نحبو نروحو باسكو كين حاجات سيختو كين حابو نخيرو هكذا حباتي يكونو كيف كيف كيمالو بلاليح نديرو اليوم يعني احبيتانا نروح نخير باش هكذا كما قولوا نجيب الحبات كامل كيف كيف وهنايا كيمارا كوتوفو اراني نرجع يعني ما قريش حاجات كبير اكبر يعني غير جبت غير وش كان خاصني برك واراكم معايا وقبل ما نكملوا الفيديو مدابية اشتركوا لكم اللي نسيت للجام ولا للايك تبداهو لنا بجام باش هكذا يطلع لنا الفيديو ان شاء الله ربي يجازيكم وهنايا شوفوا تدبيره برك كي يكون لديك الكارتون تاع البيض شمخو هكا بش يجيكم سهل اعزاكم الله بشترموه في لابوبل كيمارا كوتوفو قلت لكم شريط تاني هاد الاكورجات هنديرها معاكم تانيك ان شاء الله بلا وحد اخر بقاو برك في المتابعة ان شاء الله رح ناطيكم افكار حكا لي يعني تنحي عليكم حيرة على بل يعني مرات نحبو حاجات يكونوا سهلين يكونوا اقتصاديين ويكونوا في متناول جميع باش هكذا كامل نجربو الوصفات يعني هادا هو البيوت ديالي من البخطاج هادا اللي راني ندير فيه معاكم هنايا رح نعود المحل بي معاكم تحت طالب من المشتركة عندي شوفوا كيلة تاع الروز لابوضخ تاع الروز لي انا نرحيه في الدار الروز ونديروا كيلة تاع السكر نقص لها غيش ويا كبش ميجيناش تخو سكر ونديروا سبعة سوائل شوفوا انا رح ندير ريت لحليب دلكم خمسة كيسان ونكمل السبعة الزوج الاخرين نديرهم ما دوك تشوفوا معايا يعني تبعوا معايا دوك تفهموني هذا المحل بي يعني وصفة تقليدية تعملين زمان صدقوني بزاف مغضي هنا يعني نحبوا يتسحروا بيها كوليداتي خصوصا كتقدموه لهم كامعة شية العلجوز شية العزبي يعني ومو مو دو سير فيغ يعني كي يجو رحت تسربي ولهم ولا يجو يحياكلوه اعطي ولهم إلا كان عندكم شية عزبي وشية عمو كالسالة باش كما نقولو يكون مغضي أكتر وأكتر ومشبع تاني كي يعني كي يكلوه يشبحهم هنا في الاخير بعد ما يبدأ يغلي نخليه واحد دو مينوت ولا وانا نحرك ما نحبسوش كاعد تحرك زيت له نصف كاس تعمى ظهر يغلي غليه ولا زوج وندفع له ونديرو في الكوب ديالي كي ما قلت لكم درنا كيلة روز كيلة سكر سبعة كيلات يعني خمسة درناهم حليب وزوج درناهم ماء وكي يغلي شوفوا كما راكو تشوفوا يعني يعني نبقى نحرك من مرحش ونخليه بس كي ذاك الروز يبركلنا نحرك نحرك مع اللخ نضيف له نصف كاس تعمى ظهر ونخليه يغلي غلي يزوج وندفع له ونديرو هنا في الكوب ديالي ولا في الزاسيات ولا في الغامك اللي راح نقدمهم وندبدا يعني غلي يبدأ يحكم لي شو يروحو انزينوه بالقرفة أنا عندي غير وليدي واحد بركلي كبير اللي ما ياكلوه سينوه كامل نحبوه كما قلت لكم مغدي هايل ومشبع يعني مليح هكذا اللي يكون كما قولوا لي ما يحبش يتصحر بطعامه كامل يعني هذا بزاف هايل نزينوه يعني بالطريقة التقليدية غير هكا بقريفة يعني هذا هو الوقو الأصلي ونقض لكم المكسرات والجوز وهدو ما غير يعني كيتحبو تزيدو له قيمة اكتر هذا مكان يعني كي بدا يحكم شو يروحو باش تلتلو هديك القرفة ونديروه يبرد كي الناس اللي اتقدموا مع الفطور احنا يا لالا يعني كي اللي تكلوا في صهرة احنا لالا قد لكم نحبوه للصحور وهنا يدوكو حندير معكم دول ما يعني بطريقة جديدة مبتكرة يعني غيرت فيها شوية ان شاء الله تعجبكم هنا عندي كميات عن افينضا شي كمي يفغي مقليلة البنات عندي شوية عن البصل مع دنوس ودوكتفوش حلي جينا زاكي لبلاي جينا بالطبع وشن نديرو شوية الملح فلفل لكحل وقرفة عادي وهنا المكوو اللي راح نزيد هنا هو الكيغي البنات اطال ووحد البنا يعني دوق جديد وتقديم جديد ان شاء الله هاتكملوا الفيديو باش تشوفو يعني طبق راقي من حاجة بسيطة كما قولوا من قبة درنا قبة من حبة درنا قبة وظالا هذه هي باش نديرو تغييرات برك المهم كما قولوا اطباقنا التقليدية هي معروفة نحن نعصر نو فيها شوية هكذا خصوصا هكا على وليداتنا هنا زيت حبيبتي على البيض ونضيرو شوية على شابليو غبلا ما ننسى تانيك شوية الزيت اللي نقولكم دايما نزيدوها في شوية الزيت ولا شوية الزيت ولا شوية السمن والله المهم باش يجينا الطريق وبعدها نعجل كلش هنا يعني من الاحسن ستعملوا الايدي يعني هكذا المغير فما راح تحرك مليح له لو باش نتجنسونا هذو كامل المكونات اللي احطيناهم القرنون كما راح تشوفوا البنات توجوه كتنقوه متنحولوش هذك الشابو باش ميكحلكم شعني حتى لوطو اللي اتوجدو للاسوس تيالكم اهنا شوفوا حبيت نزيد لوزو سنينة تعتو مش يعطي وني بنا هايلا وصح خرجوا واحد اللافيونطاشي خرجت واحد البنا فيها واحد المريقة ثانية خرجت ولا ارواع دكتوفوها يعني معايا في الاخير هايليك هانا يستعملي دي احسن من فلاسوس يعني تقدروا تزيدو اه فلاسوس مع البصيلة ديرو زوش سنينة تعتو هنا لأننا أجزود للمرأس notch و احمد الدولتها في القناة في حول الغربنا يجب أن تكون معينة لزوجها وتعرف كيف تصبح ميزانية بيتها هذه هي أداة كما قلت لكم البيوت لتعهد القناة بوصفات وثانيك نوري للبنات ويجب أن يكونوا من المسريفين هنا قمت بزوجة وشيئة سمن ويجب أن تقللي قليلاً لتعطيني هذه البنات نعوضها في طرف الحام ولا طرف الجاج ويجب أن تقللي قليلاً ويجب أن تقللي قليلاً ونعودوا للجاجب كما قلنا في البولات نحن نجح بفلاصص هذه المقلة كانت تغيير في فرق البولات تقللي البولات وهي معونتني فيهم أبوكم البنات يحبون هاد الأمور وثانيك أمام توره معايا بشتكاء ترفض له غسط بدمارها كما قلوا ويتقى نضيف المعدن و نضيف كمية الجلبانة نضيف مرقه بالماء السخون نضيف قياس الجلبانة نضيف القرنون 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 اذا أكلت نضيف القرنون يعني الظلمة بحلتها الجديدة يعني فكرة رائعة وانتو ما اعطوا لي ارايكم هذه هي باش تجور كما قولوا نخلعوهم واللبحاجة بسيطة نديرو لهم يعني طبق راقي وبالطبع هذه هي ان شاء الله شاهدكم ان شاء الله في الجنة حبيبة قلبي ماذا بيا تجربوا الوصفة وتخلوا لي تعليقاتكم اذا عجبتكم ولا لا لا وكنت ختمتها معاكم بصويم سات هذو كلي ميني سامسات يعني كنت يعني قليناهم وقعدوا هوما هوما وفالا هذي السامسة اللي كنت خبيتها معاكم في الفريقو البنات قاعدت هي هي ما تبدل لقاومتها للوقوتها لولو بسكوير كي ما درتها وفالا جبتها يعني صبتها كيل حسنة سهلة مهلا اطيتها الوفاء رايت قليلي فيها هنا حطينا اهلهم من الصهراء وبهذا الحاجة الحلوة نقولكم ربي حلي ايامكم نحبكم المتعليكم صحة فطركم وصحة صحوركم نتلاقاكم بوشان فيديو ان شاء الله لماذا ما اشتركت شو قللك واشتركت اشتركوا في فعل الجرس باش توصلي بجتيت حولية القصبة سلام وفي امان الله وحفظه